السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم بعد تطاول على رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعلى المؤسسة اللي هي رمز للمؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية وهالانقسامات وتطاول النقابات على السائد وعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم يتم الأعلان على قدرات وإجراءات ضد النقابات الأمنية اللي تطاولت على رئيس الجمهورية وتحدث القائد الأعلى للقوات المسلحة في مشهد يذكرنا بالإنفليت الحاصل على مستوى قواعد اللعبة السياسية لأنه في أي دولة تحترم نفسها في أي دولة فيها قانون وفيها مؤسسات فإنه كل حد وعنده المكانة امتعه والعمل النقابي ليس عمل يعني ملوش حدود إلا عمل فوق القن هو الحق النقابي حق دستوري يكفلوا الدستور وتكفلوا القوانين ولكن تغول النقابات بين ظفرين اللي شهدناه في العشرية الأخيرة انتهى الزمن امتعه بعد دخولنا في مرحلة الجمهورية الثالثة قيسي سعيد يرد بسرامة وزير الداخلية يرد بقوة على هذا التطاول من قبل النقابات الأمنية اليوم نحب نذكر قبل ما نقولكم على قرار وزير الداخلية بهذا الخصوص نحب نقولكم بأنه اللحكية وين بديت بديت بعد عرض لطفي العبداللي في مهرجين سفيقس وين توجهوا بعبارات وإحاءات قيلة إنها لأخلاقية واحتجوا عليها الأمنيين عطلوا العرض لمدة سبعة ولا ثمانية مرات يقطعوا العرض أم تنعوا على أغلبهم خليني يقول على تأمين الحفلة فما يكون انسحبوا فما يكون كمل ومن بعد أعلنوا في هكا في ندوة صحفية إنهم هما اللي قرروا شنو ويأمنوا وشنو وما يأمنوش وإذا كان هما يشوفوا اللي فما حاجة تخل بالأمن العام فإنهم هما ما يشاركوش فيها وهذا قرار منهم هما اللي صار من بعد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استدعى وزير الداخلية توفيق شرف الدين وأعلمه بأنه لازم يتم حد لهذا التطاول أعلمه بأن الحق النقابي هو حق دستوري ولكن هذا الحق يجب أن يمارس فقط في الجانب الاجتماعي فقط لا أكثر ولا أقل واعتبر الرئيس أنه اللي صار في مهرجين اسفيقس هو إضراب مقنع وتعرفوا الناس كل بأنه دستور 2020 يمنع يجرم الإضراب بالنسبة لبعض القطاعات القوة الحاملة للسلاح الجيش الوطني والقضاءات ممنوع أنه هذه الأسلاك تدخل في إضراب نظرا لحساسية المكانة بتاعها وحساسية هذه المؤسسات فمتنجمش تكون أنت سلطة وحامل للسلاح وتضرب وتخلي البلاد نجم تكون مهددة في أي حاجة فرئيس حكاية على أنه مش معقول تحت أي ظرف وتحت أي ضغط وتحت أي تعالى أنه أمني يمتنع على تأمين ولا القيم بدونه زيدا يقول بأنه لازم يتم توحيد النقابة الأمنية في هيكل نقابي واحد كان دعال وهو منذ 2012 وقال بأنه لازم يتم توحيد النقابة الأمنية تحت مسمى الاتحاد العام التونسي لنقابة قوة الأمن الداخلي ومن بعد شفنا ردود فعل رهيبة وغريبة من قبل الأمنيين باختصار شديد كلهم رفضوا رفض قطعي وقالوا بالصوت العالي قالوا أنهم يرفضوا هذا التوجه توجه رئيس الجمهورية وهما ما يساعدهم مش توحيد النقابات وأصلا هددوا وقالوا أنه سلبيته أكثر من الإيجابية تمتعه شنوما السلبيت اللي حكيوا عليها أحكيوا على سلبيت بأنه النقابة هذه ساعة نجم تأدي إلى التغول نقابة معينة اللي هي بشتولي النقابة معناها الأم ثاني حاجة قالوا أنه هوني ولي فما إشكال أنه فما ممكن ولي فما عصيين يعني من الأمنيين لقرارات وزير الداخلية أو للقيد الأعلى للقوة المسلحة وهوني فما تهديد ومن بعد شفنا بيان غريب جديد اللهجة لجبهة النقابة الأمنية جبهة النقابة الأمنية من بعد هالجدل اللي ساير هذي الكل تخرج وتهبط بيان فيه رسائل إلى الرأي العام فيه خمسة رسائل كنا حكينا عليهم في فيديو سابق بالملخص وباش ما نطولش عليكم هو تهديد مباشر إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة إذن بالعصيين من أنهم يحكيوا على نظالاتهم وعلى دورهم في تأمين البلاد وفي خدمه في برشامر راح لهذا الكل صحيح ولكن راحو هذا ويجب أحنا نعترف بمجهودات قوة الأمن ونحييوا مجهودات قوة الأمن ولكن راهو النقابات لا يمكن أن تتغول وتعصي أوامر الرئيس راحب نحط هذا الكل في إطاره اللي فمه اليوم يعني قيادات سياسية تدعو القوة الأمنية وقوة الجيش إلى عصيين أوامر رئيس الجمهورية وكل تحركة يقول لك آه الرئيس ضامن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية هذيك عليش يتصرف كما يحلو له حسب تعبيرهم جبهة النقابات الأمنية هذه كانت وجهت رسالة قلت هما خمسة رسائل من بينهم رسالة إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومن بينهم زيدة ايش قالوا له شرف الدين؟ قالوا له بأنه ما تنسيش اللي احنا كان عنا تحركة جلل ووزعنا الإنساني ومصابك الجلل حالة دون أن نقوم بدورنا في النظال والانتصار لاستحقاقات منخرطينا وقد أشعرنا بذلك أحد مستشاريك ولكن مع هذا لابد عليكم تقييم مرحلة إدارة بدأت وستنتهي ماذا حققتم لأبناء اعتقدوا فيكم أملا وهل في عدم لقاء ممثليهم احترام لهم وهل بهكذا تصرف تدار الأمور؟ هذا بالنسبة للوزير الداخلية وبالنسبة للرسالة الخامسة هي كانت وجهتها الجبهة الوطنية للنقابة الأمنية إلى رئيس الجمهورية قتلوا فيها نحن أعضاء الجبهة الممضين أسفله كنا ننتظر خطابا فيه ردا لإعتبار ردا لإعتبارنا معناها على خلفية اللي صار يعني من استفزاز في مسرح الهواء الطلق بيسفاقس بالإشارة أو بالإحاء وكنا نأمل أن يحظى أعوان قوية الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء ظروف عملهم ودورهم المحايد في ظل احتدام الصراع السياسي يعني هناك رسائل سياسية وإني قلت لكم اللي فما شخصيات وطنية كما المرزوقي كما الغنوشي دي ما يحكيوا على المؤسسة الأمنية وعلى أنه هي لمسين دقائس سعيد ولو كان هي تدخله وأصلا وجهولهم دعاوية مباشرة لأن يعصيوا أوي من رئيس الجمهورية فهذا البيان كان في تهديد مباشر ومبطن ورسالة سياسية زادة في ظل احتدام الصراع السياسي وقالت الجبهة نأسف لعدم اعتبار ذلك من أولوياتكم إلى غير ذلك يعني من الرسائل مش لازم نقوده نحكي وعليهم اليوم فما يعني عدة ردود فعل الكتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدة التدخل ناسيم الرويسي يقول بأن الجبهة الوطنية للنقابة الأمنية وجهة جملة من الرسائل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وسلطة الإشراف الإدارية والشعب التونسي ولعموم الأمنين وخاصة الفئة الظالة هذه اللي كنت نحكي لكم فيها إن اختصرت لكم أم هم ووجه برشا رسالة يقول الرويسي بأن الفئة من الأمنيين اللي وجهت لها الرسالة هي فئة ظالة تعمل على تغذية الفتنة وتشوه وترذل المشهد النقابي الأمني هذا يعني قيادي ونقابي أمني يقول في الكلم هذا ويقول الرويسي بأن الفئة هذه ليس لها منخرطين وليس لها أي دور أصلا مع النقابات الأمنية وهي قلة قليلة وقد تكون مأجورة معناها يقول قد تكون مأجورة ويقول كما رأينا في مجلس النواب فما قلة قليلة كانت ترذل المشهد البرلماني واليوم نفس السيناريو يعاد في النقابات الأمنية على حد تعبيره نحب نقول بأن وزارة داخلية اليوم أعلنت في بلاغ رسمي وقالت أنه على إثر ما صدر مؤخرا عن بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى النقابة الأمنية من تجاوز التمس بالسير العادي للعمل ووجه بالانذبات والجدية وحرصا على تكريس المساوية أمام القانون وصون الحقوق والحريات تعلم وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم تأديبيا وجزائيا وهذا يجي على خلفية الإذان بعصيان رئيس الجمهورية أو ما يسمى بين ظفرين وكأنه انقلاب على رئيس الجمهورية أو الشروع في الانقلاب أو الشروع في إحسين رئيس الجمهورية فالرد كان قوي من الرئيس ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ترجمة نانسي قنقر